السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم معلمة غيداء المصري لمدرسة زهرة الأشرفية الخاصة حصتنا مع الصف الخامس ومدرسة التربية الاجتماعية والوطنية ودرسنا الرابع بعنوان جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله طبعا هذه الوحدة الوحدة الثالثة تحدثنا فيها عن سيرة الملوك الأردنيين وإنجازاتهم لو نستفكر أسماء الملوك اللي حكموا المملكة الأردنية الهاشمية نبدأ بالملك عبد الله المؤسس ثم الملك طلال بن عبد الله ثم الملك الحسين بن طلال وأخيرا وهو عنوان درسنا اليوم الملك عبد الله الثاني حفظه الله بداية نحكي عن نشأة الملك ودراسته ولد الملك عبد الله في عمان وهو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال رحمه الله وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتقل بعد ذلك إلى إنجلترا ثم الولايات المتحدة لإكمال دراسته الثانوي الآن نتحدث عن حياته العملية التحق جلالة الملك بالقوات المسلحة الأردنية وتدرج في الخدمة العسكرية فيها وشغل مناصب عدة منها قائد القوات الخاصة الملكية الأردنية وقائد العمليات الخاصة إذن في عندي منصبين للملك عبد الله قائد القوات الخاصة الملكية الأردنية وقائد العمليات الخاصة توليه السلطات الدستورية طبعا نحن نظام الحكم عندنا ملك نيابي وراثي فالملك عبد الله الثاني ابن الحسين تولى سلطاته الدستورية بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال وكان ذلك في السابع من شباط 19972 1999 وهو التاريخ اللي توفي به الملك حسين فبنفس اليوم توفي الملك حسين بن طلال وتسلم السلطات الدستورية الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية أهم إنجازات الملك عبد الله الثاني شهدت النهضة العمرانية والبنية التحتية في عهده تطورا مستمرا إذن اهتم بالبنية التحتية وفي النهضة العمرانية عندنا كمان أنشأ مناطق تنموية وتنفيذ مشروعات عمرانية وسكنية اهتم بالمناطق ونفذ مشروعات عمرانية وسكنية في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية كما أنه اهتم بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من خلال قيامه بزيادة التدريب لهذه القوات المسلحة وتطوير قدراتها إعدادا وتدريبا وتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات كما أن الملك حسن مستوى الخدمات الطبية والرعاية الطبية والصحية وذلك من خلال إعداد كوادر طبية وتوفير الكوادر الطبية البشرية والتمريضية والإدارية الخبيرة والمؤهلة ووسع مضلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع من المجتمع الأردني كذلك قام بتجهيز المستشفيات بأجهزة حديثة خامسا أطلق الملك عبدالله مبادرات عديدة منها رسالة عمان ومبادرة التعليم الأردنية ومبادرة التعليم الأردنية كانت عن طريق تبني تكنولوجيا المعلومات في التعليم تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وبهيك بيكون انتهى درسنا لليامية خامس وأنهينا الوحدة والفصل الأول إذن آخر درس كان معنا الملك عبدالله الثاني وإنجازاته حفظه الله ورعاه ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر